وفي خبر حزين لقيا والد الفنان إيهاب توفيق مصرعه خنقا في اشتعال نيران داخل فيلاته بمدينة ناصر بسبب مدفأة وتم إنقاذ باقي أفراد الأسرة بعد أن أتت نيران على معظم محتويات الفيلا وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتمكنت من إخماد النيران من جهتها أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتفريق كاميرات المراقبة المتواجدة حول الفيلا وفحصها كما أمرت النيابة بتشريح الجثمان لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه